على وقع الأزمات يغفو ويستفيق لبنان الجاثم على جمر لا ينطفئ أزمة لوقد والكهرباء إضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتجذرة فيه أعادت من جديد الضوء على قضية مصير المعتقلين في السجون الحكومية هؤلاء الذين يعانون الإهمال مع عدم قدرة الحكومة على تلبية متطلباتهم في حين أشعل وفاة ثلاثة نزلاء في سجن رومية الأسبوع الماضي الغضب الشعبي نتيجة للعنف المستخدم هناك والأوضاع غير الإنسانية ما دفع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي للتأكيد على أن العفو العام أصبح حاجة ملحة في بلد يعاني على جميع المستويات في عندي أكثر من 79% من الموجودين بالسجون اللبناني والهن يكونوا سبب الاقتصاد ليس محكومين بعرف أن الأوضاع أكثر مني يمكن أن يعرفوا أصول إخلاءات السبيل وإمكانية التطبيق المادة 108 يلي في حال تطبيقة بحسب أحصائياتنا بيخرج من السجن نحو ألف هذه الأعداد من السجناء المتكدسين لا تزال تعاني لا سيما في سجن رومية سيئ الصيد ليس من ناحية تلوث المياه والطعام والاكتظاظ وغياب الطبابة فحسب بل من ناحية الانتهاكات الحاصلة التي تصل لاستخدام القوة المفرطة والعنف والعقاب الجماعي ضد السجناء بينما يرفض القضاء حسم ألاف القضايا سجناء لبنان أموات على قيد الحياة كما تصف تقارير حقوقية حيث يواصل كثير منهم الإضراب عن الطعام كرسلة جديدة إلى المسؤولين مفادها بأنهم وذويهم لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد في بلاد تحولت على ما يظهر إلى سجن كبير